يعان مالكيك شوفولي ما احلى. شوفوا ما احلى هيدا الكيك. ندهنه بالسيرو اللي عملناه. شوفوا ما احلى. هيدا كله بيعطي نكهة. خلينا هيكي. نقطع قطعة. شوفوا لي ماله قطعة كيك. بتشاهي طالع. السوس هوني من قدمه بهيدا الطريقة. شوفوا معي قداش هو خفيف. يعان شوفوا قلبه ما اروعه كتير ناجح هيدا الكيك. ولا اروع. مع شوية ترامع هيكي. كيك البرتقال وتعدد وصفاته اليوم اللي احنا عملها صدقوني. يعني الطريقة اليوم لح تعتمدوها ان شاء الله كل العمر. تابعوا معي هيدا الوصفة وتشوفوا ما احلى وما قطيب هيدا الكيك الرائع كيك البرتقال يلا انا عمله. بعد بحرارة الغرفة اكيد بده يكون بحرارة المطبخ يعني مش بتشيله من البرات وبعملو خطوات مهمة. بيضة. اين. ثلاثة. شوية فانيلا سائلة ملاعة شاي. او فانيلا بودرة بس اقل من ملاعة شاي مشان ما تمرمر. يعني الربع ملاعة شاي بودرة بيمشي الحال. كوب من السكر. على الخفق. نخفوق. شوفوا كيف صار عندي الخليط بعد خفقه تقريبا لمدة ثلاثة دقايق. هلا بدي الزات اوكي هيدا الزات تلاتة ربع كوب بدي اضيفه كمان وانا عم بخفق مباشرة اوكي. هلا بخفق واضيف الزات شوي شوي. ضفنا كمية الزات. تحين متعدد الاستعمالات عندي كوبان هون. ثلاثة ربع ملعة الطعام بايكينج باودر. رشة ملح بسيطة اكل من ربع ملعة شاي. بدي نخلهم. برجع برجع على الخلاط. بخفقهم. مجرد ما اختلطوا عندي بوقف خفق. مش بضلني بخفق كتير شوي بس. بضبط الجوانب. خلي كل الطحين. يفوت عليهم شوفوا كيف صار. هلا عندي نصف كوب من عصير البرتقال بحرارة الغرفة. برتقالة كاملة برج برتقالة كاملة اوكي. برجع بخلط. كبان مجرد ما اختلطوا بوقف. الخلط كتير ما بيسوا. هيدا الخليط صار عندي جاهز. لا ينوضع بالقالب. هيدا القالب دهنته بالزبتة ورشيته بطحين ورجعت نفط الطحين عنه. لحد تالي ما يلتسق عندي الكيك. اوكي هيدا خطوة كتير منيحة. هلأ نح نوضع الكيك. او خليط الكيك بقلبه. طبعا من بعد ما اوضع خليط الكيك برحرحوا شوي. ومن بعد اذا طلع عندي اي فقاعات بشيلون اوكي. هلأ بندخل هيدا الكيك على الفرن محمى مسبقا درجة بالحرارة مية وخمس وسبعين. من على الاعلى والاصفل بنفس الوقت الصينية مش بالنص اوضع من النص بشوي. بده تقريبا شي 36 ل 38 دقيقة براعي. بس يخلص عند الوقت بطفي الفرن وبتركه شي 5 دقيقة بالفرن هو مطفي. وبرجع عبشيله وبكون عندي جاهز. طيب هلأ لأعمل السيروط طبع الكيك. سكر 3 تربع كوب. عصير برتقال 3 تربع كوب. برش بردقالة كاملة. شوية فانيلا عالخفيف. برش ليمون عالخفيف شوية. هركن حركة وبتركن تقريبا شي 6-7 دقايق على نار متوسطة بيصيرو عندي جاهزين. هيدا السيرو صار عندي جاهز شوفو رائع طبعا بس يبرد كمان لح يسمك عندي شوية. هلأ هون بدي اعمل كريم شونتية بنكهة الليمون او البرتقال. ربع ظرف اوكي. بودرة كريم شونتية بودرة. ما بدي كتر اليوم. وربع كوب حليب كامل الدسم. الظرف عادة بده نصف كوب. بدي اخفقهم هلأ. هلأ من بعد ما خفقته بشكل منيح وشدت عندي. هيدا السيرو سقعته منيح بحط منو. شوفو كيف عندي يجمد صار حلو كتير. حطت لي الشي ثلاث ماء طعام. برجع بخفقهم. صار عندي جايز. طبعا اذا بدكن اللون يطلع لون برتقال. بدكن ضيفو صبغة اورنج. هلأ فيكن ضيفو بعض معلقة زيادة بتتحمل. بس مش اكتر من هيك مشان ما ترخي عندي الكريمة كتير. هيدا الكيك صار عندي جايز شوفو ما اروعو كتير ريحتو حلوة ولونه كتير رائع. بالنص بتفقدو بقود كيردون. اذا طلع عندي ناشف ونضيف يعني مستواء الكيك. يعان ملا كيك. شوفو لي ما احلى. يعان طبعا من بعد ما برد عندي. شوفوا ما احلى هيدا الكيك. ندهنه بالسيرو اللي عملناه. شوفوا ما احلى. هيدا كله بيعطي نكهة. خلينا هيك نقطع قطعة. شوفو لي ما اللي قطعت كيك. بتشهي طالع. السوس هوني بنقدمه بهيدا الطريقة. شوية كرام شونتية هيك بشكل كنال. وشوية سوس عليها. وشوية سوس هيك على الكيك. وكل يا عزيزي. شوفوا معي عدش هو خفيف. يعان شوفوا قلبه ما اروعه كتير ناجح هذا الكيك. ولا اروع. مع شوية كرام هكا. بسم الله. فريش فريش فريش. خفيف الكيك كتير 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 رائع مع هيدا الاورنج. سيرو اللي عملناه والكريم شونتية ادمون هيك كتير لضيوفكم لعائلاتكم كتير يحبوهم. مش هيدين العزاء. نشوفكم ان شاء الله بحلقة مقبلي. الى اللقاء.